موسيقى أهلا بكم في حلقة من برنامج بالعراقي نخصصها للمناظرات الانتخابية ضمن أربع حلقات خاصة تستمر حتى الأربعاء نستضيف اليوم أربعة ممثلين من أربع كتل مرشحة للبرلمان سنناقش أربعة ملفات وسنطرح سؤالين في كل ملف لكل من المشاركين ثم نتيح لهم التعليق أو الإضافة في الملف ذاته الوقت المخصص للرد على كل سؤال هو دقيقتان فقط لكل مشارك قبل نهاية الدقيقتين بخمسة عشرة ثانية ستستمعون إلى صافرات العد التنازلي للتنبيه بقرب انتهاء وقتكم للحديث سنغير ترتيب الإجابات حين ننتقل من ملف إلى ملف آخر دوري في المناظرة هو طرح الأسئلة وفرض الالتزام بالوقت لإعطاء فرص متساوية للجميع لذا فأنا أشكر ضيوفي مقدما على التزامهم بالوقت المخصص ملفات المناظرة اليوم ستكون أولا الأمن والنزوح ثانيا الاقتصاد والفساد ثالثا الصحة والخدمات وآخرا الشباب وحقوق الإنسان أرحب بضيوفي اليوم السيدة ريزان شيخد لير عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد سعد اللامي عضو كتلة النصر وتحالف قوة الدولة الوطنية السيد أبو ميثاق المساري القيادي في كتلة الفتح منظمة بدر والسيد نبيل محمد سليم القيادي في كتلة متحدون نبدأ بملف الأمن والنزوح وسؤالنا الأول إذا وصلت كتلتكم إلى الحكم كيف ستتمكنون من القضاء على الإرهاب والحد من السلاح المنفلت ونشاط الميليشيات لعادة الأمن وحماية المواطن السيدة ريزان شيخد لير معك دقيقتان تحياتي إلى جنابك وعلى ضيوفك الكرام أكيد نحن كإتحاد الوطني مشاركين بالحكومة بإقليم كردستان شلون قدرنا نؤمن الأمن والسلام داخل حكومة إقليم كردستان بنفس الطريقة وبنفس الأمل إذا كان عندنا قوة وقدرة على حكومة الفيدرالية بنفس الطريقة نتعامل ويا قضية الأمن لأنه أي إنسان إذا كان ما عنده أمن والأمان ما تقدر تعيش بالسلام لأنه قضية الأمن قضية أساسية جدا وهذا من برنامج الأساسي من الاتحاد الوطني الكردستاني وعندنا تجربة كان رئيس مام جلال شلون اتعاملت ويا قضية ويا كل الكتل السياسية اللي كان رئيس الجمهورية بالعراق وإذا كان مرة أخرى عدنا بس سيطرة خاصة على حكومة ووزارة الداخلية بإيد الاتحاد الوطني الكردستاني أكيد هذا برنامج الأساسي شلون عدنا هذا البرنامج من القبل طيب أنا وأكد أنه بس عندنا وقت لسه عندك دقيقة سيدة ريزان أكيد يعني ماذا ما عندي دقيقة هذا شيء ضروري جدا لأنه نعرف يعني كل الكتل السياسية مع كل احترامي أغلب الكتل داخل الدولة العراقية مجموعة يعني ما أقول مباشر بس مجموعة من الخارج الدولة وخارج عند علاقات مجموعة من الكتل كتل ما أعرف أقول كتل أو مع كل احترامي ميليشيات كموجودة هذا برنامج الأساسي إذا كان أي شخص عنده قوة داخل العراق لازم يسيطر على الميليشيات لأنه ميليشيات بصورة عامة يدعم من قبل الدول الجوار أو دول داخل المنطقة نفس السؤال نفس السؤال الموجه لسيد سعد الأمي تفضل بالإجابة تحية لك أستاذ علي ولضيوفك المحترمين الحقيقة لدينا تجربة ناجحة في أعوام 14 في العراق تحت قيادة رشيدة وفعالة تحت قيادة الدكتور حيدر العبادي وبذلك عند انتهاء العملات الحربية ضد عصابات داعش استعدنا كل الأراضي التي كانت مختصبة في ظل ظروف اقتصادية وأمنية وحتى اجتماعية وسياسية غير مطمئنة كل الأمور الحقيقة والظروف كانت تحيط بالعراق كانت تشير إلى أن العراق ممكن أن يستعيد أراضي التي احتلها داعش وإعلان دولة الخلافة في حينها ربما أحتاج العلاق إلى أكثر من عشر سنين لإعادة أراضي وإعادة الإطمئنان لدولة وشعبها وعدنا هيبة الدولة وفتحنا العلاقات الدبلوما أوسع أبوابها وعدنا احترام وهيبة وسيادة الدولة العراقية وعدنا ثقة الرجل الأمن العراقي بنفسه تمكننا حتى من منع كل الظواهر التي كانت تشجع على إعادة النفس والروح الطائفية وسلمنا مقاليد تجربتنا الناجحة إلى الحكومة التي استلمت من الدكتور حيدر العبادي دولة مؤهلة لأن تقود نفسها بشكل جيد ممكن أن تمضي في تجربة ناجحة جديدة ولكن حقيقة الإخفاق الذي حصل في السنتين الماضيتين ربما أعاد القلق من ناحية الملف الأمني وبالإضافة إلى أن كل النازحين يعني إعادة برمجة جدولة إعادة كل النازحين إلى قراءهم ومدنهم وحصل بالفعل ذلك تم إعادة كثير من النازحين من المدن والمناطق التي احتلها داعش تمكننا من إعادتهم بعد تأهيل البناء التحتية والتي لم نتمكن من تأهيل البناء التحتية بسبب الوقت سلمناها إلى الحكومة التي لحقت بنا أو تلتنا لا زال لديك وقت 15 ثانية يعني أوضي فقط أن هذه التجربة الحقيقة نريد أن نستنسخها ونريد أن نكررها مرة أخرى في ظل التنافس في السبق الانتخابي إذا ما حصلت وتهيئت الظروف التي من شأنها أن تعيدنا إلى مقاليد حانا الدور للسيد أبو مثاق الدور للسيد أبو مثاق المساري تنضج بشكل أكبر أنا بس أريد أقول أنه لما نسمع صوت الجرس لدينا 15 ثانية الالتزام بالوقت لو سمحتم حانا الدور للسيد أبو مثاق المساري للإجابة تفضل نعم شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ علي وتحية للأخوة كادر قناة الحرة ولأستاذ الضيوف ولمشاهديكم في كل مكان أعتقد جريا على العادة يمكننا وبسهولة أن نستجمع قوانا ونستنهض أبناء الشعب العراقي كما انتخوا لنا واستجابوا في بواكير أزمة داعش وسارعوا بل وهرولوا إلى ساحات القتال يتسابقون من أجل أمن وطمأنينة العراقيين والعراقيات هذه الصور الحاضرة في أذهان العراقيين أذهان يعني العراقيين راكزة جدا وتستطيع استعادة تلك اللحظات هذا الحجدي البطل الشجاع الذي ينحني للعراقية حتى ترتقي وتدوس بأقدامها على ظهر من أجل أن تصل إلى بر الأمان وتصل إلى المكان الآمن هذه الجذوة حاضرة وباقية وراكزة في أذهان أمة الحشد المجتمع الحشدي حاضر وجاهز في كل الظروف وتحت أي ظرف كان من أجل أمن وطمأنينة واستقرار أبناء الشعب العراقي النازحون ألم ووجع يستحضره الحشديون في كل لحظة وفي كل وقت وأعتقد أنه الفتح التي تتبنى المجتمع وأمة الحشد هي قادرة بسهولة بمكان أن تعيد هؤلاء النازحين وأن تقضي على كل الشواذ التي تطفلت كثيرا على المجتمع وأن تنهي هذه المأساة وتعيد للبلد رونقة وجمال سيد نبيل تفضل بالرد على نفس السؤال شكرا لكم تحية لكم لضيوبكم الكرام والمشاهدين الكرام نحن في متحدون نعتقد أن مسالة الأمن ترتبط ارتباطهم وثيقا لا فكاك عنه بإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة عندما نتحدث عن دولة ذات مؤسسات ورصينة تحكم بالقانون عند ذلك يمكن أن نحقق جزء من هذا الأمن يعرف الأمن عادة بدلالة التنمية بدون تنمية لا يمكن أن يكون هناك أمن على الإطلاق مسالة تحرير المدن من الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى لا تكفي الأمن ليس مجرد مسألة عسكرية فقط ينتهي بانتهاء العمليات العسكرية أو يبدأ مع العمليات العسكرية وينتهي معها بعد العمليات العسكرية هناك عمل عمل كبير جدا يقع على كاهل الحكومة وعلى كاهل القوى السياسية المختلفة وأيضا طبعا يجب أن تكون هناك إلى جانب كل هذا أن تكون هناك أيضا توعية للناس كي تشارك لأن الأمن الحفاظ على الأمن في أي بلد من البلدان هي مسألة عامتهم الجميع وهي مسألة مجتمعية لا بد من أن يشارك فيها الجميع بدون مثل هذه المشاركة بدون تحقيق تنمية بدون توزيع عادل للثروات بدون وجود دولة قوية ذات هيبة ذات سلطان لا يمكن التحدث عن الأمن بأي شكل من الأشكال ولدينا الآن بعد العمليات العسكرية وبعد كل هذه الجهود التي بذلت مع القوات الأمنية لدينا أمن هش في كل يوم هناك عمليات عسكرية للأسف يسقط بها الشهداء من أبناء قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلات وأيضا من المدنيين السؤال الثاني ويبدو أنه لدينا مشكلة تقنية مع السيد أبو ميثاق ومساري لكن حقه بالرد أيضا محفوظ السؤال الثاني إذا وصلت كتلتكم إلى الحكم ما هي خطواتكم لإعادة النازحين إلى ديارهم خاصة العاجزين عن العودة لأسباب سياسية مثل النازحي جرف الصخر الإيزيديين الأسنجار والمسيحيين في سهل نينوى سيد الرزان لك دقيقتان تفضلي طبعا هذه ملف ملف الساسي لأنه كل عند علم بإقليم كردستان مو فقط نازحين إحنا عندنا مهاجرين شلون نتعاملنا ويالنازحين خاصة بمناطقنا كعرفنا من القبل هو نازحين من الأنبار من السلاحة من هاي المناطق كان موجودة بهذه بسليمانية ومناطق كإحنا عندنا سيطرة كإتحاد الوطني قدرنا هما يرجعون إلى أماكنهم وفي بعض الأحيان حتى اتصالات في بعض المناطق أكو مشاكل أشائرية كان موجودة قدروا اتحاد الوطني وحتى ويتفاق ويالمحافظين بطريقة حتى هم رجعوا إلى أماكنهم أما مشكلة كبيرة هسا موجودة نحن نعرف مشاكل السياسية كموجودة بين الأحزاب أو الكتل السياسي إحنا كإتحاد الوطني لحد هسا ما عندنا أي مشاكل سياسية ويأي كتل بالأكس اشتغلنا وعملنا من القبل بطريقة قانونية وحكومة يعني داخل الحكومة لازم رجل القانون يتعامل ويهاي القضية عندك قوة ما ضم عندك قوة قوة قانونية وعندك مكانة لازم بأي طريقة رجع هذه الأشخاص خاصة نازحين إلى أماكنهم إحنا نعرف يعني قضية الزيديين بها مشاكل سياسية بين الأحزاب والكيانات أما بالآخر إذا حكومة عندها سيطرة لازم أقوى من هذه الأحزاب ومع الأسف أقول بعض الكتل كعدهم على قدوية دول الجوار لازم عراق وهذه القوة السياسية أقوى من الدول الجوار حتى ما يقبلون يرجعون إلى أماكنهم يعني إتحاد الوطني عند هذه القوة نعم سيد سعد اللامي تفضل يعني إذا ما حصل وكسبنا الرهان في أن نكون جزء أساسي في تشكيلة الحكومة القادمة بالتأكيد ملف إعادة النازحين والمهاجرين والمهجرين قصرا سيكون من ضمن أولوياتنا القصوى سيما وأن لدينا كما تحدثت قبل قليل تجربة ناجحة في أننا كنا جزء مهم أساسي من كل الجهود الوطنية التي أثمرت عن إعادة الأراضي التي كانت مختصبة بالتالي هذا الجهود الحقيقي ينبغي أن يكلل بتنمية وإعادة إنشاء البنى التحتية للمدن التي أصابها الضرر كبير سيما وأنها لا تزال تعاني رغم أن الحكومة الحقيقة وحتى البرلمان أقر مبالغ مالية كبيرة لإنفاق على ملف إعادة النازحين إلى ديارهم إلا من الأسف هذا الملف ربما تعرض لكثير من الخرق في عملية حتى إنفاق هذه الأموال وهناك حتى لجانة تحقيقية شكلت بهذا صدد لابد من الإشارة أن كل المهاجرين والنازحين حقيقة الذين تعرضوا عبر السنوات الماضية إلى ضرر نفسي واجتماعي واقتصادي وحتى تعليمي وتربوي في ظل تواجدهم في خيام غير مؤهلة لحمايتهم حتى من الظروف الجوية السيئة التي لحقت بهم حتى وإن كانوا في مناطق آمنة تم تأهيلها لهم بشكل كبير إلا أنهم بدأوا وكانوا يعانون الأمرين لذلك واحد من واجبات الحكومة المقبلة إذا كنا طرفا أساسيا فيها فسنعضد هذا الجهد باتجاه عودة النازحين دون أن يكون هذا الملف يعني معرض لأي مفاوضات أو مجادلات أو حتى منازعات ومناكفات سياسية ولا ينبغي أن يستثمر لأي مجال آخر وينبغي أن يعزل تماما عن كل المجادلات السياسية وتخصص أموال تليق بهذا الملف وحجمه بعد أن يتم تأهيل هذه المدن يتم يعادة النازحين تباعا إلى قراءهم ومدنهم وتوفير كل ما من شأنه أن يعيد الاحترام لقدسية وهيبة المواطن العراقي كونه مواطن من الدرجة الأولى ومحترم من قبل الجميع سيد نبيل تفضل يعني مسألة المهجرين والنازحين والمغيبين قصرا بالتأكيد بسألة مهمة جدا يعني تأخذ الكثير من اهتماماتنا نحن قدمنا قوائم بأعداد المغيبين بلغت ما بين 10 ألاف إلى 12 ألف مغيب حتى الآن في مناطق مختلفة من العراق بسبب الأعمال الإرهابية والأعمال العسكرية وغيرا من هذه الأعمال هذا واحد من الأمور التي يجب أن تفصل فصلا تاما عن أي مناكفات أو منافسات أو صراعات سياسية من حق أي مواطن يعني أجبر على النزوح أو على الهجرة أو هجرة قسرا من حقه وفق الدستور وفق القوانين الطبيعية والإلهية أن يعود إلى منطقة سكنان وأن يمارس حياته بكل كرامة وأيضا بكل هدوء دون أن تكون هناك أو يتعرض إلى ضغوط من قبل جهة مسلحة سواء كانت داخلية أو خارجية بأي شكل من أشكال دفعه إلى الهجرة أو إلى النزوح من أرضه طبعا هذا حق طبيعي لا بد من أن تعي الأطراف السياسية المختلفة والقوى السياسية على اختلافها أن هذا الحق لا يمكن التنازل عنه وعلى مدى سنين طويلة دافعنا عن حقوق هؤلاء المهجرين والمغيبين والنازحين وسنعمل بالتأكيد في المستقبل على المحاولة التوصل مع القوى السياسية الأخرى إلى حلول منصفة لهؤلاء الناس الذين تركوا أموالهم وبيوتهم وأراضيهم دون أن يستطيعوا العودة إلى وهذه بالدرجة الأساسية سيد أبو ميثاق تفضل بالرجل نعم شكرا جزيلا المرة الثانية أعتقد أن أمامنا ثلاث خطوات لطمأنة وعودة النازحين إلى ديارهم الخطوة الأولى نحن ملتزمون بضخ المزيد من رسائل التطمين والاطمينان لأهالي هذه المناطق أنهم سيعودون إلى مناطق مؤمنة بالكامل وبعيدة عن سنوات القهر والكبت وسيطرة الظلاميين الأمر الثاني تمكينهم من القرار السياسي في مناطقهم يعني أن لا يعود مهمشا هامشيا كما كان في سابق الوقت بل يعود إلى المشاركة في القرار السياسي الخطوة الثالثة يعني أن نتدخل لتنويع الحقل السياسي في هذه المناطق وأن لا نكون مدفوعين باتجاه خط من الخطوط أو مسمى من المسميات كيان من الكيانات جهة سياسية دون أخرى لا ندعم كأخ أكبر بالعملية السياسية جهة على حساب جهة لكن ننظر للأخوة الشركاء بنظرة متساوية ونسمح للجميع بأن يخفز إلى واجهة الأحداث وننوع بذلك الحقل السياسي وننتج قيادات ونمد اليد لهم لجذبهم إلى بغداد إلى سدة سلطة ليكونوا شركاء حقيقيين ليس كما كانوا يشكون وكما كان معتاد أنهم شركاء بالإسم فقط لا بكل تأكيد نحن ملتزمون بشراكة شراكة أخويا وممثلين حقيقيين لمناطقهم نجذبهم إلى هنا لبغداد ونرى إذا كانت هذه سوف تلقي بنتائج جيدة ونحن واثقون ومتأكدون من النتائج الجيدة التي ستنتج عن هذه شكرا للسادة المشاركين في المناظرة الآن لكل منكم دقيقتان أما للتعليق على ما ذكر في معرض الإجابات أو للاستفاضة في البرنامج الانتخابي لكتلتكم تحديدا فيما يخص ملف الأمن والنزوح السيدة ريزان شيخ دلير تفضلي ما سمعت إذا كان لديك سيدة ريزان أي إضافة أو تعليق على ما ذكر في الإجابات إذا حبيت تتعلقي على الضيوف أو للاستفاضة أو شرح أكثر حول برنامجكم الانتخابي فيما يتعلق في ملف الأمن والنزوح تفضلي أكيد أنا سمعت كل المداخلين مع كل احترام إليهم أغلبهم هم شاركوا بالحكومة وحتى صار رئيس يعني من كتلة رئيس الحكومة بإيتهم أما مو كل شي مجرد بالكلام بالعكس على أرض الواقع إحنا شفنا عراق أصلا ما عبر إلى أي مرحلة متقدمة بالعكس من 2014 حتى 2018 أكيد مسألة الداعش أما ما قدرنا مع الأسف إذا كان أي كتلة يفتخر بهذا أكيد عرفنا من بعد بقوة التحالف الدولي كل قوات الأخرى قدرنا يعني نسيطر على الداعش أما الأمن والاستقرار داخل الدولة يوم يسوأ يعني ماكو شي جديد ماكو قوة جديدة حتى يقدر لحد الآن إطمئن لشخص عراقي لإنسان عراقي يحس بالأمان داخل الدولة مع الأسف الشديد لأنه هذه مجرد برنامج بصورة عامة من كل الكتل السياسية مع الأسف لأنه وعدهم تجربة كبيرة وسيطرة بين إيدهم هم ما قدروا فعلا الأمن والاستقرار يسوي برنامج أساسي لهذه الكتل حتى داخل العراق نحن نحس بها خارج إقليم كردستان طيب لا زال لديك وقت لكن سأذهب للسيد سعد اللامي وأؤكد على الاستفادة من الدقيقتين لكل المشاركين تفضل سيد سعد اللامي يعني تعليق الحقيقة بصدد ما طرحته السيدة ريزان الحقيقة هناك تجني واضح على ما بذل من جهود للعراقيين الحقيقة العراقيين هم منضحوا بدماءهم ليس هناك فضل لما سمته بقوة التحال حررت الأرض العراقية وعادت الأمن إلى العراق إطلاقا في حين الحقيقة الجهود التي بذلت كانت عراقية خالصة قدمت بعض المساعدات في الوقت الذي كان العراق الحقيقة كل التوقعات كما واصفت لك سيد علي قبل قليل تشير لأن العراق يحتاج إلى عشر سنوات بما فيهم الإدارة الأميركية كانت على اتصال مع الدكتور حيدر العبادي في حينها وتحدثت بأن الأمر يحتاج إلى سنوات لتقديم مساعدة العراق لتحرير أراضي العراق حرر أراضي بدماء أبناء بالقوات الأمنية البطلة التي استعادت هيبتها بقوة الحجد الشعبي الذي شارك وساهم بقوة في عملية مناصرة ودعم القوات الأمنية والقتال والتضحية بأبناء كل ما قدم هو جهد عراقي خالص عزز بقيادة حكيمة وبإدارة سياسية وعقلانية احتوت الموقف وكان هناك إجماع وطني وإرادة وطنية حاضرة الهدف منها هو تحرير الأرض العراقية وترك كل المناكفات والمنازعات السياسية واستعاد العراق دورة حتى على المستوى الإقليمي والدولي والدليل أن ما يبنى الآن وما يكمل عمل الآن من قبل حكومة سيد الكاظمي هي ثمرت نتاج زرع البذور التي زرعها في حينها حين فتح الآفاق الدبلوماسية على مصر مع كل دول العالم بما فيها دول الجوار واستعاد العراق دورة المحورية والمركزية على صعيد الشرق الأوسط أو حتى على صعيد المجتمع سيد أبو ميثاق المساري دورك تفضل نعم نستشرف بشكل كبير الواقع الواعد لأبناء شعبنا العراقي ونبشرهم بمستقبل زاهي اليوم أمة الحشد وبتعاضدها وتكاتفها مع القوى الأمنية الأخرى التي حررت البلد من أضغان وبراث التكفيريين من داعش وأمثالها هم الماكنة الوحيدة التي قادرة في كل آن وزمان ومكان بالحفاظ على أمن وطمأنينة واستقرار هذا البلد دون الاعتماد على أي قوة خارجية بإمكاناتنا حررنا هذا البلد وبإمكاناتنا الذاتية والشخصية سوف نعمل على بنيانها فأول يذهب أصحاب النظرة الأحادية وأصحاب العشو السياسي وهذه العين المثقوبة التي ترى من جهة واحدة أدراجها وتبلع لسانها تماما من يتحدث بعدم قدرة الكتل السياسية في بغداد على انعاش الوضع في العراق نحن نقول أنه بمجرد سريان هذه العملية السياسية وامتداداته واستمرارها إلى اليوم هو إنجاز بحد ذاته هذا بالإحاظ نتيجة للكم الهائل من التحديات التي تعرضت له هذه البقعة المباركة من الأرض لو لا الدماء الطاهرة التي صالت على أجنابها لم نكن اليوم لنجلس هذه الجلسة ونتحدث ونستشرف هذا المستقبل الواحد والزاهر أعتقد أنه المجال الاقتصادي آنة للعراقين أن يلتفتوا البرلمان القادم بعد 10-10 يعني 2021 سوف يتغنى أصلاحات اقتصادية ومنها يفتح باب الاستثمار سيد نبيل سيد نبيل محمد سليم تفضل دورك وتنعكس على باقي أبناء شعبنا العراقي لكي نكمل تفضل سيد نبيل نعم قدر تعلق الأمر بهذا الموضوع نحن في متحدون على قناعة بأنه لا زالت الإرادة السياسية غير مكتملة فيما يتعلق بملف النازحين والمغيبين والمهجرين قصرا متى ما تكتمل هذه الإرادة السياسية في ضرورة إعادتهم إلى مناطق فمن ذلك سنشهد مثل هذه العودة حتى الآن يعني الآن مضى على التحرير ما يقارب الأربع خمس سنوات حتى الآن هناك أناس يعانون في مخيمات في أوضاع سيئة جدا دون أن تلتفت الحكومة بالشكل الذي يليق بكرامة المواطن العراقي ودون أن تلتفت إليهم بالشكل الذي يفترض أن تكون علي أو تقوم به الحكومة على الرغم من وجود مثل هذه الإمكانيات هذا من جهة من جهة ثانية نحن مع التحرير طبعا الكل شارك في ناس ألة التحرير وبذلت دماء عراقية طاهرة من أجل التحرير لكن أيضا هذا التحرير أدى إلى خراب الكثير من المدن مجرد التحرير وترك هذه المدن في خرابها لا يعطي لهذا التحرير أي معنى أو على الأقل يشجز كثيرا من مضامين هذا التحرير يفترض بعد التحرير أن تكون هناك إدامة لكي يستطيع هؤلاء الذين أجبروا على النزوح أو على الهجرة من مناطق سكنان بسبب الجماعات المسلحة أو بسبب العمليات العسكرية يعود إلى ما تقصر الممارسة حياتهم بشكل طبيعي وآمن وبكرامة وهذه مسؤولية الحكومة أيضا والقوى السياسية المختلفة وخاصة المتلفزة نحن حتى الآن نعتقد أن هذه الإرادة السياسية غير متوفرة وإذا كانت متوفرة فهي بحد أدنى مما أعاق حتى الآن مسألة عودة هؤلاء النازحين والمهجرين إلى مناطق سكنان نعم أشكر ضيوفي على الإجابات وعلى الالتزام بالوقت نهاية الجزء الأول من المناظرة الانتخابية فاصل ونعود بعد بملف الاقتصادي والفساد خليكم ويانا عدنا لكم بالعراق والمناظرة بين السيد سعد اللامي عضو كتلة النصر وتحالف قوى الدولة الوطنية السيد أبو ميثاق المساري القيادي في كتلة الفتح والسيد نبيل محمد سليم القيادي في متحدون وسيدة ريزان شيخ دلير عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حول برامج كتلهم الانتخابية قبيل الانتخابات النيابية الأحد القادم ملفنا الآن هو الاقتصاد ومكافحة الفساد وسنغير ترتيب الإجابات بين المتناظرين ضمانا للمساوات السؤال الأول إذا وصلت كتلتكم إلى الحكم كيف ستعملون على خفض نسب الفقر ومعالجة الأزمات الاقتصادية وتنويع الإيرادات كي لا تقتصر فقط على النفط السيد نبيل محمد معك دقيقتان تفضل طبعا السياسة ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد لا يمكن الفصل بين الاثنين والاثنين ايضا يرتبطان بمسألة الفساد العراق على الأقل من 2003 وحتى الآن وحتى قبلها في مرحلة الحصار فقد الكثير من قدراته على التصنيع الداخلي صحيح أن العراق ليس بالدولة الصناعية الكبيرة لكن كانت هناك صناعات تغطي جزء كبير جدا من الحاجة المحلية صناعات وطنية تبلغ عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة العاملة عدد الشركات الأخرى الكبيرة التي كانت تعمل في مجالات أخرى كل هذه انتهى دورها وللأسف خلال هذه الفترة من 2003 حتى الآن لم تأتي حكومة تعمل بشكل صحيح وفق رؤى اقتصادية مقدمة من مختصين في هذا المجال بالاقتصاد لنهوض باقتصاد البلاد وأصبح العراق خلال هذه الفترة الآن بلد مستهلك غير قادر على تصدير شيء باستثناء النفط والاستمار في كونه دولة ريعية لا أكثر ولا أقل وواضح جدا عندما انخضرت أسعار النفط في العام الماضي الأزمة الكبيرة التي دخل فيها العراق لا يمكن لبلد من البلدان أن يعيش دون أن تكون هناك تنمية اقتصادية متوازنة تضعها الحكومة وفق خطط خمسية خطط لعشر سنوات لخمسة سنة إلى آخره بدون مثل هذه الخطط والتي غابت عن رؤية أي حكومة من الحكومات السابقة لا يمكن النهوض باقتصاد البلد هذه المشكلة يجب أن تعالد لدينا حلول ومعالجات على مدى آني وعاجل وأخرى متوسط وأخرى بعيدة المدى سيد سعد الأمي تفضل بالرد نفس السؤال استاذ علي الحقيقة لا يجب الجمع بين الفترات الزمنية منذ عام 2003 وينبغي أن نتحدث بنوع من الإنصاف في عملية الحديث عن الواقع الاقتصادي الذي مر به العراق منذ عام 2003 في حالة الجمع إلى الآن ينبغي أن نعزل ونكون بمعزل أن الفترة التي خاضها العراق الفترة العصيبة التي مرت على العراق الأربع سنوات بين عام 2014 و2018 كانت فترة مكرسة تماما للجهد العسكري في عمليات العسكري لاستعادة الأراضي المختصبة وكان هناك إنفاق يومي بمعدل 4 مليون دولار لكل يوم من العملات العسكرية أتحدث هذا فقط لكي أصل إلى ما أريد أن أشير إليه الاقتصاد العراق الحقيقة يعاني الأمرين جراء الاعتماد على الاقتصاد الريعي دون الذهاب إلى الاقتصاد المتعدد للأنواع الواحدة من أفكارنا الرئيسية التي نريد أن نطبقها على أرض الواقع حين نكون في التشكيل الحكومية القادمة هو الذهاب إلى يعني إنعاش عملية فتح المصانع والشركات الانتاجية التي كان العراق يفتخر بأنه يحتوى على كثير من المصانع والشركات الانتاجية التي تنافس الانتاج حتى الشرق أوسطي وحتى العالمي منها وبالتالي ممكن هذه شركات المصانع تعيد لك تشغيل ملايين الأياد العاملة التي تبحث عن فرصة عمل وإصرارها على أن تكون ضمن الوظيفة الحكومية وهي غير مدركة إلى أن العراق لا يتمكن بعد سنوات قادمة من دفع هذا الكم الهائل من الأموال المخصصة في الموازنة السنوية لعدد موظفي الذي يعني إذا ما جمعناه مع عدد متقاعدي ربما يتجاوز العدد إلى أكثر من أربعة ونصف مواطن عراقي بالتالي يجب أن نذهب إلى الاقتصاد المتعدد الأنواع متعدد الإنتاج وإنعاش والاستثمارات التي من شأنها أن تكون مثمرة ومن درجة رفيع أو طراز رفيع سيد أبو مثاق سيد أبو مثاق تفضل نعم شكرا جزيلا مرة ثانية أعتقد أنه السؤال ذو جزئين إذا أخذنا مثلا كيف ستعمل على خفض معدلات الفقر فأن الفتح يتبنى إقرار قانون الضمان الاجتماعي وهذا القانون الواحد يعيد العراقيين بالحصول على راتب تقاعد لمن بلغ سن الثالثة والستين بغض النظر عن عمل إذا كان في مؤسسة حكومية أو مشروع خاص هذا المشروع نأخذ على عاتقنا طرحة أمام أنظار ساد نواب الشعب تحت قبة مجلس النواب العراقي والحصول على تأييدهم لإسعاف الوضع أعتقد أن الوضع في الاقتصاد العراقي بشكل عام هو وضع استثنائي ويحتاج إلى حلول استثنائية كذلك واليوم واحدة من الحلول السحرية حتى نصلح الاقتصاد علينا العودة إلى أدراجنا ونعاش اتفاق مع الصين واحدة من الحلول السريعة التي يمكن أن توفر للعراقيين اقتصادا غير مشلول كما نشهده الآن أعتقد أن الصين وعدت أن تضع خلف ميناء الفاول كبير مبلغ هائل وكبير كفيل بأن ينهش اقتصاد العراق ويعمل على تشغيل الأيد العاملة وتخليص العراقيين من البطالة هذه المشاريع وكذلك ادخال ويجلب المستثمرين للعراق هو مشروع واحد أيضا الاستثمار بدأ يأخذ أطر وشكليات أخرى تماما ونعده من الحلول السريعة والسحرية لإنقاذ الوضع في العراق من ما وصل له من تهالك في الوضع سيدة ريزان تفضلي الرد بدقيقتان تفضلي سيدة ريزان تفضلي أول شيء طبعا أول شيء اختيار رئيس الحكومة قوية ومحايد وفعلا عند اهتمام لقضية العراق وكل العراقي ثاني شيء اختيار الوزراء أكاديميين ومختصين وغير حزبيين هذا أساسي جدا لتشكيلة الحكومة وبعد اهتمام بقضية القطاع الزراعي وقطاع الصناعي وهذا طبعا مهم جدا لأي دولة إذا كان ما عنده مثل دولة العراق أربعة فصول موجودة وبهاما وأرض الملائم يعني هذا الشيء لازم عن طريق الخطة وبعد شيء مهم جدا تشريع قانون استثمار لأنه داخل العراق مشكلتنا ما عندنا قانون حتى يلائم وضع العراقي جديد هذا الوضع وهذا شيء مهم جدا وبعد إحنا علاقاتنا قوية دول الجوار خاصة إحنا عندنا مشكلة الماي لحد هسا ومع العلم اتفاقيات دولية موجودة للثروات مثل الماي إيران وتركيا هاي دولتين هسا هما عندهم مشكلة لقطع الماي للعراق لهذا هذه الأمور كل ضرورية لازم هذه الرئيس الدولة قوي أول اهتمام اهتمام اقتصادي لأنه دولة إذا كان ما عنده اقتصاد ما يقدر يشتغل مثل هسا اقتصادنا كله معتمدة على النفط وإحنا متعودين دائما نفقاتنا أكثر من إيراداتنا لأنه أساسا إيرادات ضعيفة فقط نعتمد على مع الأسف نعتمد فقط على إيرادات المنافذ الحدودية وإيرادات النفطية السؤال الثاني إذا وصلت كتلتكم إلى الحكم كيف ستحاربون الفساد لاستعادة ثقة المواطن العراقي ومنع تهريب الأموال التي قدرها الرئيس برهم صالح بـ 150 مليار دولار منذ عام 2003 السيد نبيل محمد معك دقيقتان تفضل الفساد آفة كبيرة جدا لا تقل خطورة عن الإرهاب نحن نعتقد أنها الأساس الذي ولد الإرهاب في كل مغاطق العراق لمعالجة آفة الفساد هذه التي استشرت في مختلف مرافق الدولة بشكل خطير وخطير جدا وأكرت الكثير من جهود وقدرات وأموال البلاد والمواطنين يجب أن تفعل القوانين أولا يجب أن يكون هناك حماية لمن ينفذ هذه القانون من يصدر الأوامر وتكون هناك محاسبة محاسبة للكل حتى على مجرد الشكوك يجب أن تأكد فيما إذا كانت هذه الشكوك فعلا صحيحة أو غير وهذه الكلمة يلدخ بها القضاء ويفترض أن يكون هذا القضاء قضاء مستقر وقادرا على أن يطبق الأحكام التي تصدر عنه طبعا بمساعدة المؤسسات الدولة الأخرى أيضا يجب أن تكون هناك ثقافة لدى مختلف هذه القوى السياسية حقيقة أن الشارع العراقي يتاهم القوى السياسية بالفساد وبدعم هذا الفساد و جعل هذا الفساد هو العنوان الأكبر للعملية التي تقوم بها في إطار العملية السياسية إذا كانت هذه القوى لم تتحرك على الأقل مساءلة الفاسجين في صفوفها وتشجيع عمل القضاء فأدىك المسألة ستقوم مجرد شعارات ونحن نسمع شعارات معادات الفساد مكافحة الفساد محاربة الفساد لكن مجرد الشعارات السيد سعد سيد سعد لآخرين هما المسؤولون يعني واحدة من الأشياء المهمة التي ممكن أن تعالج كثير من ملفات الفساد في العراق هو الذهاب إلى الحوكم الألكترونية وأتمتت كثير من الملفات ضو الشأن المالي بما فيها المنافذ الحدودية وإدارات القمارق وحتى المؤسسات المالية التي تعنى في عالم المال في المؤسسات الدولة المنظومة الإدارية والقانونية والمالية الحقيقة متاحة في العراق موجودة أساسا ولكن هناك من يسيطر بشكل الحقيقة غير قانوني وغير دستوري على هذه المؤسسات بين هلالين هناك الكثير من الشبكات الاقتصادية العائدة للتيارات والأحزاب السياسية التي لا تزال تغذي عملها السياسي وتستولي على المال المال الدولة وتستبيح هذا المال بشكل فاضح بعيدا عن الرقابة القضائية والقانونية وبالتالي العراق يحتاج أن يذهب إلى نظام الحوكم الألكترونية وأتمتت مشاريع المالية ومن هناك تستطيع وتتمكن من أن تحد من عمليات الفساد وأن تقطع الينابيع وحتى مصادر تمويل هذه التيارات والأحزاب السياسية وتبدأ بعد ذلك بخطوتك بتفعيل الملفات الموجودة أساسا في هيئة القضائية وهيئة النزاهة والكثير من الدوار والمؤسسات الدولة التي تحوي في أدراجها الكثير من الملفات التي يجب أن يسرع حسمها على المجال القضائي وتقديم كل ما تسببوا في هدر المال وسرقة المال العراقي سيما وأن الأرقام المهولة التي أعلنت عنها سواء كانت الرئاسات الثلاثة وحتى منظمات أوروبية وعالمية من العراق سرق منها ما يقدر بحدود تصل رقم إلى 400 مليار دولار من الممكن التعاون مع المجتمع الدولي ومع الشركات المالية المتخصصة باستعادة كثير من هذه المبالغ سيدة أبو ميثاق تفضل بالإجابة نعم في أحد اللقاءات التي جمعت الأستاذ زعيم تحارف الفتح الحاج العامري بالأخوة في ديوان الرقابة المالية طالب زعيم تحارف الفتح الأخوة في ديوان الرقابة بأن يبدأوا بوزراء بدر ونواب بدر قبل أن يحاسب الآخرين قال ابدأوا بتقرير الذمم المالية لكل وزراء ونواب وكل قيادات لم تكنوا قادرين على أن تبدأوا من سين من المكونات أو سين أو صاد من الجهات السياسية فأمامكم بدر فأبدأوا بهم أولا حتى ممكن أنه تمشون بهذه الإجراءات أنا أعني تماما أنه بهذه المصداقية وبهذه الشفافية وبهذه الأريحية يمكننا أن نحارب الفساد ونستعيد ثقة جمهورنا بالعملية السياسية وبرموزها بالمصارحة والمكاشفة ويعني ندعنا لكل جماهيرنا وأبناء شعبنا أنه لا نستمع إلى الإعلام الأصفر وقنوات الشر التي لطالما أطفت نوع من السوداوية والظلامية على هولت وعظمت وكبرت من حجم الفساد الإداري والمال في العراق ندعو الجميع إلى أن يراقبوا الأخبار من شأه الحقيقي ولا يركنوا إلى أعداء العراق والماكنة الإعلامية الكبيرة التي ضخمت من هذه الأخطار من أخطار الفساد نحن لا ننكر وجود الفساد بكل تعكيد لكنه ندعو دائما إلى التعقل حتى في إطلاق التصريحات اليوم نجد أنواع هناك فاسد لكنه هناك مشيع للفساد ونعتقد ومؤمنين تماما أن مشيع الفساد وأخطر من الفاسد نفسه سيدة ريزان شيخ دلير تفضلي لديك دقيقة ونعمل بشفافية وبياريح أكيد أول شيء مرة أخرى أنا أتكرر محتاجين إلى رئيس مجلس النواب قوي حتى ما يستغل المكان لجمع الفلوز ويشتري الناس ومع الأسف أقول يعني إحنا محتاجين إلى هيج رئيس مجلس النواب القوي وذن مالية كلش أساسي لكل النواب أو الوزراء بس هاي ذن مالية مو مجرد وراء قوي يوصل إلى أماكن ذن مالية حقيقية شقة عنده خلال هاي أربع سنوات كموجودة شقة حصلت داخل مجلس النواب أو الوزراء وهم مرة أخرى أتكرر الوزراء المستقلين وهم شيء آخر متفعيل تشريع قانون لإدعاء الآم مرة أخرى لأنه إذا كان فعلا عندنا إدعاء الآم القوي هو عدهم دور في كل ملف الفساد قبل يوصل إلى أي مكان الآخر حتى إحنا ما محتاجين إلى هيئة النزاهة ومحاكم النزاهة أساسا إحنا محتاجين إلى إدعاء العام القوي حتى عن طريقها هما أي ملف فساد موجود هما يشتغلون عليها بصورة عامة هاي الأحزاب السياسية كهذا موجودين مع الأسف هم عملهم عن طريق الفساد يعني عن طريق الوزراء هم داخلون داخل الوزراء أما إذا كان فعلا وزراء مستقلين هذا الوقت ولا حزب سياسي يقدر يستغل هذا المكان والشي آخر كل مهم محكمة الاتحادية المستقلة فعلا هسا إحنا ولا حزب سياسي يقدر يتدخل بشؤون وبقرارات وبتأثير على قرارات المحاكم الاتحادية ومحاكم الشيئية شكرا للسادة المشاركين في المناظرة الآن لكل منكم دقيقتان إما للتعليق على ما ذكر في معرض الإجابات أو للاستفاضة في البرنامج الانتخابي لكتلتكم تحديدا فيما يخص ملف الاقتصاد ومكافحة الفساد السيد نبيل تفضل دقيقتان بدون شكل العراق تعرض لتحديات العسكرية كبيرة جدا خاصة في العوام 2014 وما تلاها لكن هذا ليس مبررا لإهمال ملف الاقتصاد أصلا لكي تدين زخم المعركة ولكي تستطيع أن تحد من التحديات العسكرية يجب أن تهتم بالاقتصاد بشكل كبير جدا وهذا ما تفعله كل الدول أيام الأزمات تلجأ للاقتصاد لكي تعالج الخلل الموجود سواء كان هذا الخلل عسكري سياسي أمني إلى آخرين هذا من جهة من جهة ثانية أيضا يعني زيادة عدد من يستفيدون من الرعاية الاجتماعية هذا ليس حل ليس حلا يعني مثاليا للوضع الذي يعيش فيه المواطن العراقي يعني بدل أن نعلم أو نعطي هذا المواطن العراقي بسمكة من الأفضل أن نعلمه كيف يستطيع أن يصيد هذه السبكة التي يتعلم مهنا يستطيع أن يجلب منها موردا أو آخر نحن لا نزل نعتقد أنه من المهم جدا رجوع إلى المنشآت الاقتصادية المعطلة منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر ليس يعني التبريرات أن الوضع في العراق لم يكن يسمح إلى آخره لا نحن الآن قاربنا على العشرين عاما بعد كل هذه الفترة لا بد من أن يكون لدينا حلول كيفية على لقل إعادة هذه المصانع هذه المعامل للعمل بشكل وبيقاء أولا من تصل البطالة ثانيا نخلق قطاع خاص وأيضا نخلق صناعة وطنية تعفينا من الكثير من موارد البلاد التي تذهب إلى الخارج بالعملة الصعبة السيد سعد اللامي تفضل يعني واحدة من الحلول التي قمنا على أقل تقدير بوضحها بشكل عاجل في فترة عام 14 18 أثناء تولي دكتور العبادي لدور في رئاسة الوزراء كانت حصر وتقليص الإنفاق الحكومي هذه الحقيقة واحد من الملفات المهمة حين ألغى نواب رئاسة الجمهورية ونواب رئاسة الوزراء وقلص رواتب أعضاء مجلس النواب وذهب الأمر إلى المحكمة الاتحادية والأسف في حينها كان هناك إعادة لهذه الإجراءات رغم أن عليك إذا كنت تفكر في عملية تقليص نسب الفساد فعليك أن تبدأ برأس الهرم ونزولا إلى أسفل وقاعدة الهرم بالتالي هناك تقليص للإنفاق يجب أن يكون بشكل مؤثر حتى حجم الموازنة التي قدمت في هذه الدورة النيابية كان هناك تكريس وتخصيص مبالغ لرئاسات الثلاث بشكل مبالغ بشكل يثير الربح الحقيقة هناك مبالغ لا يجب أن تخصص لهكذا موارد وهكذا بنود أشارت إلى أن كثير من الفساد المالي ممكن أن يتسبب من خلال تخصيص هذه العمال واحدة من العلاجات المهمة هو تقليص الإنفاق الحكومة وتنوع وتعدد مصادر دخلك يجب أن تفكر في أن يكون هناك تنوع في مصادر الدخل النفط الحقيقة في السنوات القادمة لن يكون هو الطاقة الأساس الذي يتم الاعتماد عليس يذهب العالم الاعتماد على الطاقة البديلة وستنخفض أسعار النفط والتالي العراق إذا بقى معتمدا على مصادر النفطية فقط سيدفع الثمن غاليا يجب أن تفكر في عملية تنوع إراداتك ومنها تشجيع الاستثمارات وتنشيط الاستثمارات سيد أبو مثاق معك دقيقة تفضل نعم بكل تأكيد لناسنا وجمهورنا لمجتمعنا الفقير نحن معنيين جدا بأمة الحشد وهو مجتمع فقير أقول لهم لا تكون كالذي يبحث عن القشة في كوم الشعير بل ارجعوا إلى الخلف قليلا إذا أردت أن تكتشف الفاسد وتحاربه فأعرف من هو الفاسد وأعرف من هو الواقف بالضد من هؤلاء الفاسدين انظر إلى من التحف السماء في الجبهات توسط قمصلته ترك كل الملذات ترك الوزارة وترك المناصب وذهب لينام على التراب مباشرة هذه الأمور الحاضرة في أذهانكم وأذهاننا تبعدنا شيئا قليلا عن أصحاب الملذات الذين هم غرقوا تماما في الفساد هذا ضد نوعي لهذا هؤلاء لا يجتمعون سواء ذهابكم ووقوفكم خلف من ترك الملذات هو بحد ذاته محاربة للفساد والفاسدين قفوا وراء من ترك الملذات ووقف فيها الجبهات وبذل الغالي والنفيس وترك كل شيء من أجلكم ومن أجل آمنكم واطمئنانكم واستقراركم ورفاهيتكم ويعمل اليوم وسوف يعمل غدا على استعادة العراق لوضع الطبيعة الاقتصادي والاستعادة بحبوحة العيش التي لطالما تنعمتم بها على أرض هذا البلد الوافر الخيرات المتحدد الثروات والذي تفيض من جنباته الخيرات بأنواعها أموالا وممتلكات أعتقد أنكم اليوم مدعوون نعم أنت الوقت سيد أبو ميثاقنا أحب أن أكد على أن السؤال المخصص للتعليق هو نفضل ونريد أن يكون التعليق داخل الملف المعني سيدة رزان لكي دقيقتان تفضلي أنا أتمنى يعني هم داخل حزبنا مرة أخرى دكتور برهم يصير رئيس الجمهورية لأنه مشروع القانون استرداد الأموال الهاربة من قبل رئيس الجمهورية وصل إلى مجلس النواب هذه المرحلة الجديدة بالنكابنة الجديدة نحن نقدر داخل مجلس النواب نشرع هذا القانون ومع الأسف يعني أقول أحزاب السياسية هسا إحنا كلنا نحكي من الحزب السياسي وعدنا دور كبير بهذا الفساد يعني لازم أول شي نبدي إلنا أي حزب سياسي يبدي من حزبه فعلا هو مهتم بهذه القضية فعلا العراق بها فساد كامل أي حزب سياسي مشاركة بهذه الفساد من داخل الحكومة أو بر الحكومة لهذا لازم أنا أقول لكل واحد من زملائي هسا كموجود لازم نبدي من أنفسنا إحنا بإقليم كردستان كان من قبل نائب رئيس الحكومة نظام البايومتري كأول شي إحنا قدرنا داخل إقليم كردستان نبدي بهذه الطريقة حتى أي شخص عنده مزدوج الرواتب قدرنا بهذه الطريقة إذا نوصل إلى حكم داخل الحكومة الفيدرالية بنفس الطريقة وهذه الطريقة الأساسية نريد نشتغل لأنه إذا كان ما نبدي بالبداية الشغل ما نقدر نوصل إلى حل النهائي لهذا لازم كل أحزاب السياسية يتكلمون بصورة عامة شكرا للإجابات والالتزام بالوقت نهاية الجزء الثاني من المناظرة الانتخابية فاصل نعود بعد وملف الصحة والخدمات خليكم أهلا بكم وجزء الثالث من مناظرة اليوم ورحب مرة أخرى بضيوفنا السيد سعاد اللامي عضو كتلة النصر وتحالف قوى الدولة الوطنية السيد أبو ميثاق المساري القيادي في كتلة الفتح السيد نبيل محمد سليم القيادي في قائمة متحدون والسيدة رئيزان شيخ دلير عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ملفنا الآن الصحة والخدمات السؤال الأول إذا وصلت كتلتكم إلى الحكم كيف ستحسنون وتطورون البنى التحتية للقطاع الصحي وتحمون سلامة المريض بعد أن أظهرت جائحة كورونا عجز القطاع الصحي السيد سعد اللامي معك دقيقتان تفضل يعني واحدة من الأشياء المهمة الحقيقة التي يجب التركيز عليها في الحكومة القادمة هو إعادة النظر في كل القطاع الصحي في العراق هناك سوء خدمة مقدمة هناك بنية تحتية صحية غير صالح الحقيقة في كثير من المستشفيات العراق لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين عانينا في هذا الموضوع كثيرا في ظل جائحة كورونا وانكشفت لدينا كثير من السلبيات التي كانت الحقيقة يتم إخفاءها أو حتى التخطية عليها بشكل أو بآخر سوء الأداء يعني لوزارة الصحة يعني على مدى السنتين على أقل تقدير الماضيتين بالإضافة إلى تردي الواقع الصحي لكل السنوات السابقة ألقى بظلالة يقدم خدمة الطوارئ على مدار الساعة متاحة ومتوفرة في العراق يعني يتحدث مثلا في بغداد لا يوجد إلا مستشفى واحد يقدم الخدمة الطارئ العاجل المواطنين وهذا بالتأكيد عندما تذهب إلى تشاهد أن هناك ضغطا صحيا لا يمكن لهذا المستشفى أن يقدم بشكل منفرد أو لوحدة يجب أن تكون هناك مستشفيات متعددة بناء المستشفيات على الطراز المثالي الذي يحوي كل الخدمات التي مشانها أن تكون حاضرة في تقديم خدمتها الصحية إن هي من الأولويات القصوى في عملية لأي ملف يعني بهذا الاتجاه يجب الذهاب إلى استيراد المكائن والآلات والأجهزة الصحية والطبية والفحوصات اللائقة التي تليق أن تكون طراز متقدم في مجال الخدمة الصحية المواطن العراقي وهذا واحدة من الأساسيات التي يجب أن تعمل عليها أي حكم قادمة في أن تكون هناك أجهزة حديثة متوفرة في المستشفيات العراقية نفس السؤال موجه إلى السيد أبو ميثاق المساري تفضل نعم شكرا أستاذ علي تعرف حضرتك وأستاذ المشاهدين الكرام وأنا أعلم جيدا أنه مشاهدي قناة الحرة من القراء الجيدين للساحة السياسية في العراق أعتقد أنه قانون مثل قانون البنى التحتية الذي أريد له أن ينهض بالواقع الخدمي والبنى التحتية للواقع الصحي وغير من المؤسسات المهمة التي معنية وذات مساس مباشر بحياة المواطن أريد له أن يبقى على أدراج مجلس النواب بفساد سياسي وبحركة من بعض القوى السياسية التي لم تريد لهذا القانون أن يرى النور حتى لا يحسب لجهة سياسية دون أخرى أعتقد العودة إلى مثل هكذا قوانين كفيلة بأن تنهش واقع البنى التحتية لوزارة الصحة وكذلك الوزارات الباقية نستشعر دائما الحاجة إلى مراجعة الذات وتجاوز الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت هي جنايات سياسية إذا صح التحبير ارتكبها بعض الساسة ضربا تحت الحزام لكتل سياسية وعناوين سياسية بعينها لم يرتقي الآخر أن يرى قانون البنى التحتية حتى تبنى عشرات المستشفيات وتلحق بالمستشفيات العاملة حتى تكون بنى التحتية كبيرة تسند عمل الجيش الأبيض ليس لنقص الموارد المالية مثلا ولا لنقص الكفاءات ولا لضعف الخطط أو عدم وجود تخطيط خمسي أو غيره لكن هو كان فساد سياسي بامتياز وضربا تحت شكرا لك سيد العينها شكرا لك أبو ميثاق الآن دور سيدة ريزان للإجابة تفضلي طبعا أول شي اختيار وزير الصحة امرأة نزيهة وقوية داخل الوزارة لأنه أساسي ما يفكر هذه الامرأة شلون يشتغل أول شي على شلون يبني نفسه عنده هواية مستشفيات أهلية لازم أول شي نفكر باختيار الشخص وتأمين الصحي ضروري جدا لأنه إذا كان نعرف داخل دولتنا ما يوجد تأمين الصحي وحكومة بصورة عامة فشل بإدارة المستشفيات والصحة بهذا الوقت لازم نفكر الصحة والشركات تشتغل أما هذا التأمين الصحي لصالح الفرد العراقي وخدمات مرة أخرى لازم نحشي على حكومات المحلية حكومات المحلية كلش أساسي شلون هذا الرئيس الوحدة الإدارية أو المحافظ مرة أخرى نركز على هذه المحافظة كمحافظ شخص محايد وشخص فعلا أكاديمي ومختص بمكانه وإرجاع مجالس المحافظات مرة أخرى بزمو عن طريق مثل مجالس المحافظات من القبل هذا يتأثر على أنه شفنا شصار بحرق المستشفيات وكل هذه المحافظين كحرق المستشفيات بمحافظاتهم بدون أي مسائلة قانونية نحن عرفنا ولهذا ضروري جدا اختيار شخص مناسب إلى هذه الأماكن وفعلا اهتمام الأساسي لشخص عراقي لسلامة صحة الشخص سيد نبيل تفضل بالرد رؤيتنا نحن في متحدون أن قطاع الخدمات قطاع متكامل لا يمكن فصل قطاع عن قطاع آخر يعني موضوع الخدمات الصحية لا يمكن فصل عن قطاع التعليم لا يمكن فصل عن قطاع البيئة لا يمكن فصل عن قطاع المياه والكهرباء والقطاعات الأخرى في مجال الخدمات طبعا للأسف كل هذه القطاعات إذا لم تكن منهارة بشكل كامل فهي على شفى الانهيار بهذا الشكل ربما الأكثر وضوحا الآن هو في القطاع الصحي بسبب جائحة كورونا التي اشتاحت البلاد كما اشتاحت بقية بلدان العالم وكشفت العجل الكبير في هذا القطاع الصحي الذي يفترض أن تكون هناك معالجة ومعالجة حقيقية لهذا القطاع وليست معالجة شكلية لا تمس الجوهر طبعا نحن نشاهد انتشار المستشفيات الأهلية على حساب المستشفيات الحكومية التي تدعم أو توفر الدواء على الأقل الأدوية للأمراض المزمنة التي تباع بأسعار باهظة جدا هذا بسبب عدم تدخل الدولة ونحن نعتقد أن الكثير من هذه المشاريع المستشفيات والمرافق الأخرى التي تتعلق بها هي أصبحت عملية تجارية وعملية غسيل أموال أكثر منها تقديم خدمات صحية للمواطنين نفس الحال في قطاع التعليم وفي قطاع الكهرباء والقطاعات الأخرى لذلك بدون معالجة لكل هذه القطاع بشكل متوازن ومتوالي لا يمكن الوصول إلى حلول حقيقية السؤال الثاني إذا وصلت كتلتكم إلى الحكم ما الذي ستقدمونه للناخب العراقي الذي يعيش في منطقة لا تأتيها الكهرباء غير ساعات قليلة ولا يزورها الماء إلا كل أربعة أيام ساعد اللامي أولا تفضل يعني السؤال علي هذا الموضوع الحقيقي لا يعني بمحل سكنية ومنطقة سكنية دون أخرى العراقي الحقيقي يعاني بكل محافظاتها من أزمة حادة في مجال الطاقة الكهربائية وكان محل اهتمام شديد حقيقة في حقبة 14-18 وبدأنا بالفعل في الشروع في التعاقد مع شركة سيمينس الألمانية باتجاه تطوير محطات العراق الكهربائية ونصب وإنشاء محطات كهربائية جديدة وهذا حدث الحقيقة في الفترات الأخيرة التي سلم بها مقاليد الحكم إلى الدكتور عادل عبد المهدي العراق الحقيقة بحاجة إلى إعادة النظر في كل منظومة الكهربائية على مستوى تقديم عمليات النقل الكهربائي حقيقة يعاني العراق الأمرين ليس فقط عمليات الإنتاج ولكن عمليات النقل الكهربائية تتعرض بين الحين والآخر لعمليات تخريب متعمدة وربما هناك الكثير من التدخل السياسي الحقيقة والجناعي الذي ممكن أن يكون للتحقيق القضاء دور أساسي فيه شاهدنا في الآونة الأخيرة على أقل تقدير في شهر الماضي والذي سبق كان هناك عمليات تخريب متعمدة لذلك هذا القطاع الكهربائي ربما أيضا يتعرض للإبتزاز السياسي ينبغي أن تكون القطاعات الخدمية في معزل من عمليات المصادرة السياسية والاستثمار السياسي وقطاع الكهرباء يدر أموال يبدو كبيرة على من استثمر في هذا الاتجاه واستنزفت أموال ضخمة خصوصة أموال ضخمة ضمن الموازنات للسنوات في العراق ولم تستثمر بشكل جيد لعمليات نعاش أو حتى تحسين مجال الخدمة في الطاقة الكهربائية في العراق سيد أبو ميثاق تفضل نعم بكل تأكيد سوف نقدم لناخبين مشروع إخراج كل القطاعات الغير عراقية الأجنبية من الساحة العراقية والتي كان لوجودها الثقيل الذي ألقي بظلاله على ملف الخدمات في العراق ومنع هذه الخدمات من التطور منعت هذه الدول من خلال تواجدها العسكري الثقيل على الأرض العراقية منعت شركة سيمينز من تطوير قطاع الكهرباء في العراق وأرادت أن تستحوذ على هذا القطاع وحتى في حالة استحواذها على هذا القطاع هي غير راغبة أساسا في تطويره وفي إنعاشه بل هي ظالعة تماما أجندة خاصة مشبوهة أن تبقي العراق بلدا متهالكا من حيث قطاع الطاقة والخدمات وسأمنا كثيرا من الطلب لدى هذه الدول ولدى هذه الجهات بمحاولة إصلاح هذا القطاع نعتقد أنه الحل في إخراجه من الساحة العراقية تماما بالخلاص من قطاعاتهم العسكرية الجاثمة على صدور العراقيين أولا بتفعيل قانون مجلس النواب العراقي أقره قبل فترة وبعد ذلك يمكن لكل الجهود الساعية لخدمات والكهرباء في مقدمتها من دول الجوار الصديقة والتي انتخذ في لحظات مصيرية وأبدأت مساعدة للعراق ليست بقليلة ممكنها أن تعود ثانية لتقديم هذه المساعدة وإنعاش قطاع الكهرباء كذلك التنين الصيني آت لا محالة رغم كل العقبات التي يضعها بعض الدول الأخرى في مصدر أبو ميثا السيدة رزان تفضلي لديك دقيقتان طبعا أول شي لازم نستفاد من الخبرات ومجموعة من الخبراء أكيد موجودة داخل بلدنا حتى عدتهم تجارب أو بحوث نستفاد منهم لأنه حسب علمنا أعرف الدولة العراقية خاصة الوزراء المختصة بهذه المجال هم لا يستخدمون أي خبرة أو لا يستخدمون أي بحث عن طريق هذه المجموعة كموجودة نعرف ما دم خلل موجود وهذا الخلل يحتاج إلى حل حل ليس عن طريقنا كنقدر ونحن لا قدرنا هذه الأحزاب السياسية كل هذه السنوات هم هذه الوزارات وخدمات ويسيطرون وحكومات السابقة وحالية ما قدروا يحلون هذا المشاكل بس لازم لو يستفادون من خبرات داخلية أو دول الجوار كهما نجحوا خاصة بملف الكهرباء ملف التعليم ملف الصحة يعني يمكن أحسن منا مع العلم ووضع الاقتصادي هما أسوأ من الوضع الاقتصادي مالتنا أما هما اعتمدوا على هذه الخبرات الداخلية حتى قدروا ينجحون احنا أول شيء لازم نهتم بهذه المواضيع وهم نستفاد من هذه الدول كدول الجوار موجودة أو دول الأخرى دول الأجنبية وليس مثل هكذا كشركات فقط يأخذون الفلوس بدون أي عمل لأنه هذه شراكات وهذه الفساد موجودة من داخل العراق يعني أي شركة يأتي إلى العراق لازم 80% استفاد لو وزراء لو أشخاص داخل هذه الوزراء فقط 20% وهذه 20% هذه الشركات ما يقدرون أي خدمة هم يوصلون إلى دولة عراق يعني من هذا لازم نحن نشتغل على هذه الطرق السيد نبيل ذات السؤال تفضل بالرد بدون شك قطاع الكهرباء قطاع مهم جدا تعتمد عليه بقية القطاعات الصناعية والخدمية الأخرى و أيضا قطاع مربح لذلك ترى الشركات العالمية تتنافس في الحصول على عقود لإنشاء شبكات أو توريد معدات كهربائية وما شبه ذلك قد تتعلق الأمر بنا يجب أن نعمل وفق رؤية وطنية في كيفية الاستفادة من هذا التنافس ما بين هذه القوى الدولية المعروفة التي تسيطر على الأقل المعروفة في مجال الصناعات الكهربائية حتى الآن أعتقد أن مشكلة الفساد هي التي تلعب الدور الأساسي وليس المصطح العام أو البحث عن المصطح العام في كيفية توفير الطاقة الكهربائية مع الأخذ بنظر للاعتبار زيادة الحاجة إلى الإنتاج من الطاقة الكهربائية بسبب زيادة عدد الزكان والفعاليات الأخرى في العراق هذا الموضوع لا يمكن أن يحسم إلا إذا كان التفكير باتجاه التحقيق المصطح الوطنية وليس تحقيق مصطح قوى سياسية معينة أو حزب سياسي معينة أو لعساب دولة معينة دون دول أخرى يجب أن نتعلم كيفية التعاون مع مختلف دول العالم سواء كانت البعيدة أو القريبة وطبعا القريبة عادة تفضل إذا كانت الخدمات تستوفي الشروط التي تحقق المصطح العام من وراء الكهرباء أو غير الكهرباء في الأوقات التي يحتاجها العراق المهم أن نبحث عن مصطحة العراق أولا في هذا القطاع والقطاعات الأخرى وليس مصالح هذه الشركات أو الدول التي بدأت تعتاش على حساب العراق شكرا للسادة المشاركين في المناظرة الآن لكل منكم دقيقتان إما للتعليق على ما ذكر في معرض الإجابات أو الاستفاضة في البرنامج الانتخابي لكتلتكم وأؤكد نتحدث فيما يخص الصحة والخدمات السيد سعد اللامي تفضل ما أريد نضيف السيد علي هو أن الملفي الماء والكهرباء وحتى ملف الخدمات العراق الحقيقة متأخر جدا في هذا المجال هناك حاجة ملحة لتعدد الاستثمارات في هذه القطاعات لا يخف على جنابك حتى على مستوى التعليم في العراق ينبغي الاعتماد التجارب سواء كانت لجوار العراق وحتى التجارب العالمية والأوروبية لا أزال كثير من الجوانب الحقيقة التي تعالى بالجوانب الخدمية المقدمة إلى الشعب على مستوى الخدمات هي فقيرة جدا تعاني الأمرين من عدم تخصيص على قل تقدير عناية فائقة لها سيمة وأن صراعات الحزبية والسياسية في السطوة على هذه الوزارات لما يخصص لها من أموال كبيرة في الموازنة العامة كان قائما خلال السنوات السابقة ولم نشهد تحسن واضح في الأداء الدوائر التي تعنى بتقديم الخدمة العامة للمواطن الحقيقة يستولي عليها الكثير من الأشخاص المؤدلجون والحزبيون بين هلالين وهم يؤدون خدمات لأحزابهم وكتلهم السياسية وتذهب لأي محل الآن في أي منطقة تشاهد الحقيقة فقر كبير في الخدمات بل أن أنا تركت واحدة من أهم الأحياء في بغداد تطفو على بحيرات من المياه الآسنة وتحديدا في منطقة الدورة وهذا الحقيقة للأسف أقول من العيب على مسؤولي الدوائر الخدمية أن ينامون في بيوتهم وأبناءهم الحقيقة تحيط بهم المياه الآسنة الكثير من أيضا القطوعات في مجالات الكهرباء لا تزال بمستويات متدنية رغم أن الجو الحقيقة والطقس تغير بشكل كبير سيد أبو المثاق المساري دورك تفضل نعم أستشعر وقدر الوجدانية في هذا السؤال ماذا ستقدمون للناخب الذي يعيش بلا ماء ولا كهرباء أريد أن أستحضر الوجدان أيضا في إجابتي وأتكلم مع ناسي وجمهوري وأنصاري أبويا التي لم أسترخص من أجلكم الدماء وبذل الغالي والنفيس من أجلكم ترى هو ما يبخل عليكم لا بماء ولا بكهرباء ما دام وبشرط توفر سلطة بسط اليد إذا كان القرار إذا كان هو صاحب قرار ومكنته ووقفته وراء وساندته ودعمته ووصلته أن يكون مصدر قرار أن يوفر لك كهرباء فلن يبخل لأنه أصلا بدم أغلى من الماء والكهرباء وأغلى من كل نعم الدنيا التي منع الله بها على مخلوقات ما من عليكم بدم الغالي والنفيس فلن يمن عليكم بخدمات سواء أن كانت خدمات صحية بناء تحتية أمور أخرى اقتصادية أن يوفر لكم ماء وكهرباء نحن مستعدون وجاهزون بشرط أن تمكنونا من هذا القرار وسوف نمضي بتخليصكم من هذا الواقع المر الذي نتجرعه يوميا يعني عماكننا ومناطقنا كلها مناطق شعبية وذات وجود جماهير ضخم وكثيف ونستشعر الحاجة الماسة إلى السرعة في القرار أعتقد أنه القرار اليوم ملتبس وليس بأيدينا تماما وهذا لوجود الضلال الثقيل لدول الاحتلال وقواتها العسكرية وأجنداتها المشبوهة التي تعمل على الساحة العراقية سيدة ريزان تفضلي أول أتكرر لضمان الصحي لأي فرد عراقي لأنه صحة أهم شيء إنسان يعني أول شيء إذا كان مريض ما يقدر يوصل إلى أي متطلبات الصحية يعني هذه الدولة دولة منهارة لهذا لازم أول خدمة أساسية نحن نقدر نحصل هذه الخدمات كخدمات الأساسية خدمات صحية وبعد نحن لازم نرجع مرة أخرى تربية والتعليم داخل مدارسنا بطريقة أساسية لأنه نفقد التربية ما دم فقدنا التربية تربية من الأساس يوصل إلى أعلى مستويات وأعلى مكان بالسلطة لهذا أي شخص لازم بالداخل يرجع هذه الموضوع التربية بكل الأماكن وخدمات الأخرى مرة أخرى أقول ملف الكهرباء كلها كلها مترابطة بالبعض إحنا محتاجين إلى تفئيل القوانين تشريع القوانين بخصوص الخدمات أتكرر حكومات المحلية هم ضروري جدا أشخاص بها إمكانية تامة وبها شخص نزيه بهذه الأماكن حتى نقدر نوصل إلى هذه الخدمات كفرد العراقي من حق داخل دولة بها ثروة وهذه الثروة فقط يروح إلى أشخاص معينين نحن نقدر نرجع هذه الثروة هم بشرية هم ثروة الحقيقية إلى خزينة الدولة وبعد فرد العراقي استفات منها بأشخاص مميزين بهذه الأماكن وأشخاص المختصين ومهنيين بأماكنهم سيد نبيل تفضل تعليقك نحن نعتقد أنه قد آن الأوان لمغادرة مسألة تحديد المشاكل وتسمية المشاكل ومناقشة فقط المشاكل هذه المشاكل باتت معروفة لدى كل العراقيين بمختلف المستويات على مختلف الشرائع في مختلف المناطق وعلى عموم مدن العراق وعلينا الآن أن نبحث بشكل جدي عن كيفية معالجة هذا الخلل في قطاع الخدمات أو في القطاعات الأخرى بما فيها السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل عام وأيضا من ناحية أخرى القوة السياسية التي كانت متنفذة في العملية السياسية وفي السلطة طيلة هذه السنوات لم تقدم أي حلول ملموسة وناجعة في هذه القطاعات للشعب لعموم الشعب من الجنوب إلى الشمال والآن نعيد الكرة أيضا ونقول أعطونا فرصة أخرى لكي نصح الكهرباء ونعيد المياه ونحسن البيئة ونحفظ الأمن ونحقق هذا الأمن أنا أعتقد هذا الكلام مقنعا من الشارع العراقي لا في الجنوب ولا في الوسط ولا حتى في الشمال يفترض على هذه القوة السياسية أن تدرك خطورة المرحلة وأن تقدم شيئا ملموسا للشعب سواء كان في قطاع الخدمات أو في قطاع حفظ الأمن أو في القطاعات استقرار الحياة السياسية في العراق يكفي عشرون عاما من عدم الاستقرار من المعاناة هذه المعاناة يجب أن تنتهي من حق الشعب العراقي أن يعيش حياة كريمة في وطنه معززا مكرما شكرا للجميع على الإجابات والالتزام بالوقت نهاية الجزء الثالث من المناظرة الانتخابية فأصل نعود بعده بملف شباب وحقوق الإنسان قليكم يعني عدنا إليكم بالعراقي والمناظرة بين السيد سعد اللامي عضو كتلة النصر وتحالف والدولة الوطنية والسيد أبو ميثاق المساري القيادي في كتلة الفتح منظمة بدر والسيد نبيل محمد سليم القيادي في متحدون والسيدة ريزان شيخ دلير عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حول برامج كتلهم الانتخابية قبيل الانتخابات النيابية على أحد القادم ملفنا الآن هو الشباب وحقوق الإنسان سنغير ترتيب الإجابات بين المتناظرين ضمانا للمساواة وأكد هنا هذه فرصة للحديث عن البرامج الانتخابية المتعلقة بالمحاور المذكورة يرجى الالتزام بذلك السؤال الأول إذا وصلت كتلتكم إلى الحكم كيف ستقومون بالتغيير الذي طالب به الشباب العراقي في حراك تشريب السيد أبو ميثاق المساري معك دقيقتان تفضل نعم شكرا جزيلا أعتقد أنه الحقل السياسي مطالب بالتغيير الذي يطالب به معظم العراقيين لا يمكن أن نشتزئ كل المطالبات بما طالب به التشرينيون المظاهرات الاحتجاجية والمطلبية قد وقفنا معها وخلفها تماما وتبنيناها بشكل كامل فوق ذلك وزد على ذلك تمنتها المرجعية الشريفة في النجف العشرف ومعظم أبناء شعبنا العراقي لكن المطالبات لا يمكن أن تختزل في زاوية قصيرة ويمكن أن نظر إلها من خلال تشرين أعتقد المطالبات كثيرة وكبيرة وأعتقد أنه نحتاج إلى إحداث تسارع كبير حتى نلحق هذه الآلة الكبيرة من المطالبات أعتقد اليوم كل النكوس والتأخر والارتباك الذي شهدته العملية السياسية ممكن أنه نتجنب كل أخطاءنا السابقة أخطاء العملية السياسية التي بالمناسبة لا نتبرأ من أخطاءها نتبنىها بكل ما هي عليه من نجاحات وأخطاء وارتباكات ولا نزعم أننا وصلنا إلى حالة مثالية من العمل السياسي بالتأكيد لدينا أخطاء ونحن نعمل على تجذيبها والخلاص منها والانطلاق من جديد بعد عشرة عشرة 2021 إلى أن نكون أقرب إلى شبابنا وأقرب إلى ناسنا وأقرب إلى جماهيرنا نسخي لهم كثيرا ونحاول أن نأتي بطلباتهم إلى الواجهة تماما ونفحلها ونأخذ بها وصولا إلى خلق حالة من التكامل مع جمهورنا وما يطلب وما يصبو إليه نعم سيدة ريزان تفضلي بالإجابة طبعا ملف الحقوق الإنسان والشباب ملف أساسي إذا إحنا قدرنا وصل إلى مكان القرار أول شيء محتاجين إلى وزارة المرأة كوزارة أساسية لأنه إذا كان بأي دولة المرأة والطفل ما يأخذون حقوقهم هذه الدولة مع كل الأسف دولة فاشلة وحقوق الإنسان ما يتجزأ من حقوق المرأة والطفل داخل دولتنا أكبر مشكلة هذا والشباب نحن نعرف شباب داخل دولة العراقية الوزارة الشباب والرياضة هم يعرفون لازم وزارة الشباب يعني بس مختصة بالشباب والرياضة لا طاقات الشبابية شنون نحن نقدر نستفاد من هذا الطاقات الشبابية كشباب يشمل الشابات والشباب شنو برنامجنا للشاب لازم هذه الطاقة شنون نستعمل عن طريق الاستثمار عن طريق أي أماكن بها استفادة للشباب لأنه بعد أشر سنوات نحن نعرف شبابنا ضائعين لأنه بدون عمل بدون نستفاد من أفكارهم وقوتهم وقدرتهم بهذه المرحلة وخاصة نحن نعرف شابات داخل العراق يعانون يعني إذا كان شاب مرة يعاني شابات يعانون مرتين داخل الدولة لأنه لهذا نحن نعتمد اعتماد أساسي على إرجاع وزارة المرأة وحقوق الإنسان جزء من وزارة المرأة ووزارة الشباب برأي لازم سيد نبيل تفضل بالإجابة إمرأة شابة يصير وزيرة الشباب داخل الدولة قطاء الشباب وحقوق الإنسان يحظون باهتمام كبير جدا من قبل المتحدون قطاء الشباب طبعا لكل الجنسين وهذه الطاقات الشبابية لأن العراق معروف عنه أنه مجتمع فتي مجتمع شاب وهذا العملية مستمرة وليست محدودة بفترة زمنية معينة أيضا حقوق الإنسان لأن كل مواطن عراقي على هذه الأرض المباركة لذلك الاهتمام بهذه قطاء الشباب ومسألة حقوق الإنسان مسألة مهمة جدا بالنسبة لمتحدون طبعا معاناة الشباب معاناة كبيرة جدا نحن نستشعر هذه المعاناة ونعتقد أن الشباب لم يحصلوا على الفرصة الكافية لا للتعبير عن آرائهم لا للتعبير عن قدراتهم لا للتعبير عن إرادتهم ونعتقد أن هناك على مدى السنوات السابقة أو العقدين السابقين كان هناك تفريط بأهم مورد من موارد الدولة وهو مورد الشباب خاصة وأن معظم الشباب العراقي وشباب إما متعلم وحاصل على درجات أو شهادات علمية متقدمة أو أنه حاصل على تعليم مهني أو أنه كما معروف في مختلف دول العالم من الشباب المبدع والقادر على تقديم الشيء الكثير لذلك مع ذلك لم يحظى بهذا الشباب بالدعم الذي يفترض أن يحظى به لذلك سنعمل كل طاقة لتقديم ما يمكن للارتقاء بدور الشباب سيد سعد الآمي تفضل يعني واحدة من الملفات المهمة الحقيقة الملف التشريني التظاهرات التي بدأت في عام 19 كنا نطالب يعني وبأكثر من يعني لا أخفك كان هناك بينات كثيرة صدرت من اتلاف النصر تحديدا حول عدم الوصول إلى الصدام المسلح أو الصدام العنيف أو استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين الذين كانوا يشكلون يعني في نسبة تظاهر الشباب الجل الأعظم من هذه التظاهرات وقلنا أن علينا الاستماع إليهم حتى وإن كانت المطالب يعني تحتاج إلى فترات زمنية لتحقيقها كان من المفترض أن يكون هناك استماع لأراهم طالما أن الدستور العراقي كفل حرية التعبير عن الرأي وحرية المواطن العراقي في المطالبة بحقوقه مع التأكيد على أن هناك واجبات يجب أن يتم تقديمه ولكن بالنتيجة أنت عندما لا تعطي حقوق المواطن العراقي لا يجب أن تطالب بواجبات بالتالي الشباب الحقيقة في مختلف مستواتهم وعمارهم ونسبة البطالة الكبيرة التي حصلت في الأول الأخيرة وصلت مدايات ومستوات البطالة ربما وصلت إلى 40% في بعض المحافظات وهذه نسبة مخيفة ممكن أن ترتفع من خلالها نسبة الحالات الجرمية في المجتمع وحصول كثير من الجرائم التي ممكن أن تقلق الدوائر الأمنية والحكومة بشكل عام عملية توفير فرص العمل لكل هذه الطاقات التي هي إما خريجت كوليات على مستوى الدرجة العلمية الأولى البكالوريوس وأمهم حاملين لشهادات عليا للأسف الكبير يفترشون الأرصف والشارع بانتظار فرص عمل لذلك تنمية المشاريع بمختلف أنواح ممكن أن تحتضن هذه الطاقات الثاني إذا وصلت كتلتكم إلى الحكم ما هي الضمانات التي تقدموها للمواطن العراقي لوقف الانتهاكات ضد النشطاء والمتظاهرين وإنهاء الإفلات من العقاب السيد أبو مثاق المساري تفضل نعم بكل تأكيد بتقوية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمزيد من حرية الرأي والتعبير من خلال الإعلام المكتوب والإعلام المرئي والمسموع هذه الفسحة الرائعة من حرية الرأي والتعبير لم تترك جزئية إلا ودخلت في ثناياها اليوم كلامنا لأبناء شعبنا أنكم اليوم في بحبوحة من حرية الرأي والتعبير تمسكوا بها قاتلوا من أجلها واستزيدوا منها حاولوا استغلالها أفضل استغلال لإيصال ما يجول بخواطركم أنعشوا آمالكم أو أصلوا لأصحاب القرار قفوا في وجهه طالبوا بحقوقكم اليوم هذا الهامش لا تتركوه يذهب سدى لا تلتفت إلى ما يشيعه الإعلام الأصفر وإعداء العملية السياسية وإعداء العراق بكل تأكيد نحن أذاننا قريبة منكم وبإمكانكم أن توصلوا آراءكم بكل حرية وبكل تجرد الهدف هدفنا وهدفكم واحد أن نصل بهذا البلد إلى حالة من الاستقرار والتقدم والازدهار وهذا كله يجري تحت رعاية أممية من منظمات رصينة الأمم المتحدة اليوم تراقب موضوع حقوق الإنسان كل الجهات منظمات المجتمع المدينة أكثرها الأمان العمل المجلس الوزراء تضفي نوع من القانونية على عمل هذه المساة المجلس النواب يراقبها أبناء الشعب العراقي يلوذون بها أحيانا لإيصال حاجاتهم هذه الماكينة كلها مجتمعة سوف تصل بنا إلى حالة مثالية سيدة ريزان شيخ دلير تفضلي بالإجابة أول شيء لإحترام حقوق الإنسان وأمن وأمان للدولة إرجاع كل السلاح المنفلت إلى إيد الدولة ونستفاد من طاقات الشبابية هذا أمل أساسي بفتاح أي شركات استثمارية لازم طلب من الحكومة الشباب لازم عندهم دور بهذه العمل داخل هذه الشركات وشيء آخر ككل مهم لازم نعتمد عليها لأنه بسبب الداعش عرفنا الشصار ببلدنا خاصة مع الأسف يقول ما عندنا قانون منهضة التعذيب تشريع قانون منهضة التعذيب تشريع قانون منع اختفاء السري تشريع تعديل قانون بطاقة وطنية لأنه داخل العراق أكثر من أربعة آلاف أطفال تولدوا بإيد الداعش وهس بدون أي هوية لهذا احنا محتاجين إلى هذا لأنه احنا نحكي على حقوق الإنسان وحقوق الطفل مع العلم داخل بلدنا عندنا هوايا نساء محرومين من أطفالهم وخاصة نساء الإزيديات بسبب لأنه أي طفل تولد بإيد داعش يصير طفل مسلم وهذا المرأة الإزيدية لازم تقبل طفل المسلم وهذا من قبل أشيرتهم من قبل طائفة الإزيدية ما يقبل ولهذا كل يحتاج إلى إذا فعلا نحن نهتم بقضية الحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة كل يحتاج إلى تشريع القوانين وتشريع قانون مناهضة العنف الأسري جزء أساسي داخل الدولة إذا كان فعلا مهتم من بقضية حقوق الإنسان أول شي حقوق الأسر العراقية يبدأ من تشريع هذه القوانين سيد نبيل تفضل بالإجابة نحن بالتأكيد نوم إيمان متقم بحرية التعبير عن الرأي وخاصة من قبل الشباب ونعتقد أن كلما كان هناك اختلاف في الرأي كلما كان هناك انتقاد انتقاد موضوعي للعمل للسياسات للإجراءات للقرارات هي عملية تقوية سواء لنا أو للآخرين أو حتى للحكومة ولذلك لا يجب الامتعاض من الانتقادات التي تقدم من الشباب أو من من خلال ما يعبرون عنه في تظاهراتهم أو في اعتصاماتهم ضد سياسات معينة من قبل الحكومة أو من قبل قوى سياسية من مختلف القوى السياسية هذه المسألة يجب أن تكون دافعا للجميع للقوى السياسية لإيجاد قنوات للتواصل مع الشباب هذه القنوات مهمة جدا نحن نعمل بشكل حثيث على فتح أكثر من قناة مع مختلف الشباب والشابات طبعا لكي نستفاد من الآراء من التجارب التي مروا بها وبنفس الوقت نستطيع أن نحل على قدر إمكانياتنا مثل هذه المشاكل سواء كانت تتعلق بالبطالة سواء كانت تتعلق بمشاكل تتعلق بالتعليم بالخدمات بكيفية فتح مراكز للشباب إلى آخر مطالب الشباب كثير جدا وهذه من حقوقهم ونحن تعاملنا مع الشباب بشكل كبير جدا ولدينا تجربة ناجحة جدا في مدينة الموصل مع الشباب أتت أكلها ونعمل على تعميمها سيد سعد اللامي تفضل بالرد يعني واحدة من الملفات المهمة الحقيقة هو الانتهاكات الخطيرة التي شهدها العراق على أقل تقدير في الآونة الأخيرة لحقوق الإنسان سيما وأن هناك من يتسلم سلطات تجعله يتعامل مع المواطن العراقي بطريقة مسئة الحقيقة لي ويخدش مشاعر الناس ومسئة للإنسانية هذا الإنسان الذي طالما نسميه الإنسان عليه أن يكون محترما ومحترما أيضا للقانون نحتاج الحقيقة إلى تنظيم قانون في مجلس النواب والتصويت علي وممكن أن نسميه قانون تنظيم الحريات أو مرسة الحريات مفهوم الحرية في العراق الحقيقي يحتاج إلى كثير من التثقيب بهذا الصدد في كل دول العالم هناك قانون ينظم عملية حريتك والتعبير عن حريتك التعبير عن الرأي أيضا يجب أن ينظم بقانون يجعل التعبير عن الرأي لا يخترق فيه هيبة وسيادة ونظام وأنظمة وقوانين الدولة العراقية بالتالي أن تذهب إلى حماية حقوق الإنسان عليك أن تراعي أن تكون سلطاتك قائمة سلطاتك القضائية والتشريعية والتنفيذية تتعامل مع المواطن العراق على أنهم مواطن من الدرجة الأولى ليس هناك فرق بين مواطن من مدينة أو أخرى بين مواطن من طائفة أو أخرى أو عرق أو لهم معين الكل يتساوى أمام القانون على المواطن أن يكون محترما في حالة حتى تقديم إلى المحاسبة القانونية لجب أن يتعرض للتعذيب لجب أن يتعرض إلى تحقيق معنف مبالغ به بشكل كبير وممكن أن يصيب بعهات جسدية شهدنا حالات وأدت حتى إلى وفاة بعض المعتقلين في بعض السجون العراقية وشهدنا حالة فريدة من ناحى تقديم مواطن عراقي للمحاكمة شكرا لسادة المشاركين في المناظرة الآن لكل منكم دقيقتان إما للتعليق على ما ذكر فيه معرض الإجابات أو للاستفاضة في البرنامج الانتخابي لكتلتكم فيما يخص وأكرر فيما يخص ملف الشباب وحقوق الإنسان السيد أبو ميثاق تفضل نعم شكرا جزيلا لكل أبنائنا وأخوتنا الشباب نتوجه اليوم بحديث شفاف وصريح هم أبنائنا وأخوتنا وعزيزين علينا رسائلكم كلها وصلت كل ما يجول بخاطركم وضع عمام صانع القرار وكانت رسائل واضحة وجريئة بنفس الوقت يعني تمخذ عن كل هذه المطالبات شكلتم تشكيلات سياسية وأحزاب أدعوكم اليوم إلى الحث الانتخابي والمشاركة بقوة بالانتخابات يوم 10-10 2021 لتثبتوا أنكم لستم تافهين حاشاكم وليست هي مجرد خروج لشارع لقضاء الوقت أو لإفرازات نفسية أو مطالبات غير واقعية لا أنتم أصحاب حق وجادين جدا في إيصال صوتكم خذوا فرصتكم وطالبوا بحقكم من نسبة في اتخاذ القرار في هذا البلد نحن ننصت لكم جيدا ونضع أيدينا مع أيديكم سابقا كنا معارضة وأصبحنا اليوم السلطة واليوم الدور لكم أنتم اليوم معارضين وأوصلت رسائلكم بوضوح وشفافية تملكوا القرار ومكنوا أنفسكم حثوا شوارعكم حثوا ناسكم حثوا أنصاركم في الشارع لدعمكم وإسناتكم حتى يصبح لكم شيء من القرار العراقي نحن نؤمن تماما بقدراتكم ونثق بكم ونعرف جيدا أنه هذه إرادة الله سبحانه وتعالى في التعاقب الجيلي أنتم أمامكم فرصة ونحن نثق بكم تماما لقيادة دفة هذا البلد إلى شاطئ الأمان إن شاء الله السيدة ريزان تفضلي لديك دقيقتان نحن لهذه المرحلة كانتخابات المبكرة طلبات شباب التشرين ووصلنا إلى نقطة أساسية هم بكل قوتهم وصلوا المعاناة للشعب العراقي عن طريق الشباب حتى تغيير الحكومة بـ 2020 بطلبات الشباب العراقي بصورة عامة وشباب العراقي دافع عن أرضنا من قبل حجد الشباب داخل حجد الشعبي داخل قوات البيشمرقة بهذا الوقت بوقت الداعش هم اشتروا السلاح لأنفسهم وروحوا إلى حتى يدافعون عن البلد ونسائنا بكل الطرق شابات دافعوا عن وطنهم وإحنا ننتظر للحكومة الجاية والبرلمان الجاية حتى هم يأخذون حقهم داخل مجلس النواب لأنه شباب لازم بها وجود لأنه عمر الشباب نزل للمجلس النواب إلى 28 إن شاء الله هوايا شباب بها وجود داخل مجلس النواب وهوايا شباب هم عجهم وجود داخل وزارات خاصة من وزارة الشباب وخاصة مرة أخرى أقول هاي الوزارات الأساسية كمهتمة بخدمات لأنه هم فعلا يعانون من معاناة الشعب من قريب لهذا نطلب من الشباب العراقي هم يصوتون على أشخاص وأفراد وأي حزب فعلا يخدمكم بالحكومة الجاية وببرلمان الجاية سيد نبيل تفضل أعتقد أن الموضوع أيضا حول التعليق على دور الشباب نعم نحن في المرحلة المقبلة يعني نعمل على إدامة التواصل الذي بدأ مع الشباب منذ سنوات حقيقة وليس من الآن وخطأنا فيها أشواط كبيرة جدا لكن نحتاج طبعا إلى بذل جهود أكبر يعني هو ما منع هو الإرباك في الحياة السياسية وفي الحياة العامة بشكل العام الحياة اليومية للمواطنين العراقي والذي يمنع في كثير من ناحية من التواصل مع الشباب لكن التجربة تعمقت بشكل كبير جدا ونحن نتفهم مشاكل الشباب بشكل واعي ونقدر أيضا الطروحات التي يقدمون الشباب في هذا المجال أو ذاك ونعمل على حالة المشاكل قدر الإمكان المشاكل التي نستطيع أن نتدخل لإيجاد حلول لها طبعا هذه أيضا مرهونة بمدى الحريات التي ستمنح من قبل الحكومة القادمة والحكومات اللاحقة للشباب للتعبير عن آرائهم وأيضا لبيان قدراتهم سواء في المشاركة السياسية في الإدارات العامة في حقول العمل المختلفة إلى آخر نعتقد أن الشباب هي الثروة الحقيقية لهذا البلد أكثر من أي الثروة من ثرواته الأخرى ويجب الاهتمام بها من قبل كل القوى السياسية ونحن أولا سيد سعد اللامي تفضل يعني العراق تعرض لهجم ثقافية شرس للأسف الكبير وربما الظروف التي أحاطت بالعراق جعلت من هذه الهجمة تأتي أكلها في كثير من الأحيان وتعرض شباب العراقي لكثير من النكبات على المستوى لا أخفك حتى على مستوى وسائل تواصل الاجتماع كان هناك كثير من الاستثمار في مجال تجنيد كثير من الطاقات على أقل تقدير في الضد من المساعد التي كانت تحاول لضم أو احتواء الطاقات الشابة في مجالات متعددة للخدمة وأغراض الدولة العراقية الآن حقيقة سيكون هناك مشاركة فاعلة للشباب العراقي في الانتخابات وسيكون للحراك التشرين أيضا وجود في البرلمان القادم وهذه خطوة جيدة سيكون لهم دور حتى في المقارعة في موضوع مشاطرة وإبداء الرأي والتصويت على قرارات مهمة في البرلمان القادم وممكن أيضا أن يكونوا ممثلين جيدين لنظراءهم وأقرانهم وأعمارهم وبالتالي أنتجت تظاهرات الشرين أنتجت بالفعل ثمرة هي لوبنا أولى ممكن أن تكون في ما بعد نعم شكرا شكرا لك سيد سعنا آسف لأنه ما بقى وقت كان مشكلة في الصوت عدت إلى الوقت وقصر الوقت أريد أشكر ضيوفي في مشاركتهم على مناظر في هذه المناظرة على حسن المشاركة والشكر موصول لكم أيضا سادة المشاهدين على طيب المشاركة إن شاء الله نراكم يوم غد ومناظرة أخرى تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة